انتهت المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحبت من العراق هذا ما صرح به مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في ختام الجولة الأخيرة من الحوار مع دول التحالف مضيفاً أن العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين تصريحات الأعرجي أثارت كثيراً من الجدل بشأن جدية الأمر فقوات التحالف الدولي لا تزال في العراق بل إن القوات الأمريكية عززت من وجودها في بعض القواعد العسكرية مثل قاعدة عين الأسد، غربي محافظة الأنبار وغيرها ناهيك عن الوجود الكثيف للقوات الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد وبالنظر إلى التطورات على الساحة العراقية فيبدو بحسب الخبراء أن ثم تتفاق غير معلن على تهدئة الأوضاع وعدم الدخول في مواجهات سياسية أو عسكرية يؤكد ذلك تصريحات الأعرجي وما سبقها من إعلان زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو ألاء الولاء عن تأجيل ما وصفه بالمنازلة الكبرى مع القوات الأمريكية والتي كان مقرراً لها البدء مع الدقائق الأولى من العام الجديد حتى إشعار آخر وبالطبع لم ينسى الولاء أن يقدم تبريراً إنسانياً لتأجيل منازلته الكبرى فقال إن التأجيل يأتي بسبب التزامن مع احتفالات أعياد الميلاد عند المسيحيين وبحسب مراقبين فإن عبثية المشهد العراقي في هذا الشأن ترجع إلى غياب أي دور حقيقي للدولة فالميليشيات الموالية لإيران تعلن الحرب من طرف واحد ضد القوات الأمريكية التي تقول الحكومة إنها انسحبت من العراق ثم إن الميليشيات ذاتها تؤجل تلك الحرب لتزامنها مع أعياد رأس السنة وبين هذا وذاك تبقى القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف في العراق وإن اختلف الاسم من القتال إلى التمكين في حين يبقى العراقيون يحلمون بالتخلص من كل احتلال أمريكي كان أو إيراني